أثبتت الإدارة الأمريكية غير ذات مرة أنها تكيل بمكيالين في تعاملها مع القضايا حول العالم خصوصا تلك المتعلقة في الإرهاب فتهاجم التنظيمات الإسلامية المتطرفة وتسكت عن الانتهاكات التي ترتكبها أنظمة أو مجموعات مسلحة في أماكن مختلفة لتصبح نظرية المؤامرة التي كتب الإعلام حولها الكثير واقعا نعايشه من حكام البيت الأبيض خصوصا مع ثورات الربيع العربي الجديد ظهر قبل ساعات بعد تسريب وثيقة أمريكية تكشف وضع الإعلامي السوري ومدير مكتب الجزيرة في باكستان أحمد زيدان على لائحة الإرهاب بسبب انتمائه لتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين الوثيقة السرية بحسب ما كشف موقع The Intercept تسربت ضمن وثائق إدوارد سنودن في قناة الجزيرة أحمد موفق زيدان وهو سوري من مدينة إدلب عمل سابقا في جريدة الحياة اللندنية ثم انضم لقناة الجزيرة وأصبح مراسلا لها في باكستان وتنقل بينها وبين أفغانستان على مدى 15 عاما اشتهر بلقاءات صحفية ومقابلات مع أبرز وجوه تنظيمي طالبان والقاعدة منهم أسامة بن لادن والظواهري وبيت الله محسود زعيم طالبان باكستان زيد أن نفى في تصريح لحلب اليوم وعلى صفحته على تويتر أن يكون منتميا للقاعدة أو الإخوان واعتبر القضية سياسية تستهدف المسلمين السنة خصوصا أن العديد من الصحفيين الأجانب التقوا أفرادا من القاعدة وأجروا لقاءات صحفية معهم في أفغانستان وباكستان ترجمة نانسي قنقر